خلال العام الجاري ستدخل وزارة الصحة العلاج الخلوي الهندسي للمرضى المصابين بسرطان الدم عند الأطفال وسرطان الليمفوما يستهدف بعض الفئات من المرضى الذين تحدث لديهم انتكاسات بعد تلقي العلاج الكيموي ونسبة الشفاء تصل إلى 100% وأكثر أنواع السرطان شيوعا بين الأطفال في البلاد اللوكيميا حيث يشكل نسبة 40% من إجمالي أنواع السرطانات بين الأطفال ويلي سرطان المخ حيث ينصح المختصون بضرورة إجراء فحوصات دورية للطفل وخاصة عند ظهور أعراض أولية عدد من الأطفال المصابين بالسرطان تحدث لديهم انتكاسات بعد تلقي العلاج الكيموي ابتكار علاجي جديد يفتح باب الأمل لعلاج هؤلاء المرضى وهو العلاج الخلوي الهندسي لمرضى اللوكيميا أو اللينفوما ستوفره الصحة خلال العام الجاري علاج متطور جدا يحمي الطفل من آثار الجانبية تبعات الكيموي اللي يأخذها الطفل ويتدخل فيه الانتكاسات يعني الطفل يدخل انتكاسات أول يتوفى أو يروح للتلطيفي وما في أي أمل من العلاج الآن العلاج الخلوي الهندسي أو الكايميري هذا الكايميري الذي يسمونه كارتيسل وهذا سيساعدهم في طبعا جودة الحياة ونسبة الشفاء عالية جدا صرحوا السعودية نكل حالاتهم اللي يساوها تقريبا 100% 26 ألف حالة جديدة تم تشخيصها بالسرطان منذ عام 2010 حتى عام 2019 4% منها سرطان أطفال اللوكيميا يشكل 40% من إجمال أنواع السرطانات عند الأطفال 26 ألف حالة مصابة بالسرطان من هؤلاء المصابين بالسرطان خلال 10 سنوات هناك فقط 4% من سرطانات الأطفال إذا نحن في الكويت لدينا سرطانات الأطفال في المعدل الطبيعي أو المعدل الأقل ولله الحمد نسبة الشفاء في الكويت مرتفعة كما ذكرت نسبة الشفاء تصل إلى 80% إلى 90% في حالات اللوكيميا الحادة بالضع تعني التي أغلب الأمراض السرطانية التي تصيب الأطفال في الكويت نسبة الشفاء لمختلف أنواع سرطانات الأطفال 80% في البلاد إذا تم اكتشافه مبكرا ومن هنا تقع مسؤولية كبيرة على الأم في رصد الأعراض الأولية عند الطفل أتمنى من كل أم يعني هذا ظنات وهذا ولدت وعيالت تهتمين فيهم وتباشرين في مراجعتهم أول بول وفحوصاتهم أول بول مثل ما نراجع ونفحص نفسنا إذا مرضنا الطفل أكثر يحتاج لهم مسؤوليتنا 160 حالة سرطان أطفال جديدة تسجل سنويا في البلاد وزارة الصحة توفر أحدث العلاجات الكيموية والإشعاعية والمناعية وزراعة الخلايا الجدعية لما أبو علاوي تلفزيون دولة الكويت